بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة الأحباب أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي نتحدث فيها عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلاء وفي هذه الأمسية المباركة نتحدث عن اسمه تعالى الولي يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بعد انتهاء غزوة أحد وطبعا غزوة أحد كان فيها درس تعلمه المسلمون ولم يتكرر فيما بعد حيث خالف الرماه أو بعض الرماه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فتحول النصر إلى هزيمة وقتل من المسلمين كما نعلم سبعون منهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فبعد انتهاء هذه الغزوة كان فيه لا شك شماتا من الكفار ومن المنافقين فصعد أبو سفيان أعلى جبل وكان مشركا آنذاك قبل أن يسلم بحيث يراه المسلمون ويراهم يعني واقف كده يعني يطل عليهم وينظر إليهم ويتحداهم وراح يناديهم في شماتة وغرور أفي القوم محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تجيبوه يعني تركوه يقول ما عنده ولا أحد يرد عليه ثم قال أبو سفيان يعني في تحدي سافر أفي القوم ابن أبي قحافة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ثم قال أفي القوم عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فالتفت أبو سفيان إلى أصحابه في زهو وكبرياء وخيالاء ثم أشار إلى شهداء المسلمين الذين كانت يعني جثثهم ودماؤهم يعني تغطي ساحة القتال ثم قال أما هؤلاء فقد قتلوا ولو كانوا أحياء لأجابوا فعندئذ لم يملك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه فقال كذبت يا عدو الله فقد أبقى الله لك ما يخزيك إن كان يعني استشهد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد فهناك من سيقيم أمر هذا الدين ويتصدى لك وللمشركين وتتحول هذه الأحزان المؤقتة إلى أفراح دائمة فقد أبقى الله لك ما يخزيك فقال أبو سفيان أعل هبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوه فقال الصحابة رضوان الله عليهم ما نقول يا رسول الله فقال قولوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوه فقالوا ما نقول يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه من خلال الوحي على هذه المعاني السامية فإذا كان أبو سفيان يستنصر بالأصنام ويتعزز بها فإن المسلم لا يطلب النصر والعون إلا من الله عز وجل وإذا كان الناس يعزون النجاح والفشل والنصر والهزيمة إلى الأسباب الظاهرة فحسب أعددنا وأعددكم قوتنا وقوتكم فإن المسلم يرى أن الله تعالى هو النصير وهو الولي وهو السميع البصير الذي يقول للشيء كن فيكون أما النصر وتحقيق الأهداف فيلزمها بعد التوكل على الله الأخذ بالأسباب والاستعداد الجيد للمعركة وهو ما حققه المسلمون فيما بعد طوال معاركهم التي استلهموا خلالها تلك الروح وهذه المعاني والولي عز وجل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى وقد ورد في القرآن الكريم وفي حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وله معاني عديدة منها من معاني الولي أنه الذي يتولى الأمر ويقوم به كولي اليتيم وولي المرأة في عقد النكاح وهذا المعنى عام حيث يشمل الله بولايته المؤمن والكافر والصالح والطالح فالله تعالى هو المتصرف والمدبر لجميع الكائنات وهو وحده الذي يقدر الخير والشر والموت والحياة والنفع والضر فهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام وهذا هو المعنى العام كما قلنا أيضا بأن الرحمة هناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة الرحمن يشمل كل عباد الله يرزق الله سبحانه وتعالى المؤمن والكافر وقد يبتل المؤمن بالفقر والمرض وغير ذلك ومع ذلك يحبه ويعني يعلي قدره وشأنه وإذا شك استمع إليه ويعني كان له فضل عظيم عند ربه وكرامة عند ربه والرحمة تكون بالمؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيمة فهناك معنى عام مثل ما ذكرناه بالنسبة للولي أيضا أي الولاية العامة فالله ولي المؤمنين وولي الجميع ومنها أيضا أن الولي بمعنى الناصر والناصر على الحقيقة للخلق هو الله سبحانه وتعالى وهذا معنى خاص إذ إن الله تعالى ينصر أولياءه وجنده فحسب وأيضا سنتعرض لمفهوم الناصر لأن بعض الناس يعني يكون قاصرا عندما ينهزم المسلمون في مرحلة فقد يظنون أن الله تخلى عنهم لا هناك خلل يجب أن يعالج حتى تستقيم الأمور لكن الناصر قد يكون في ميدان المعركة وقد يكون وهو الأصل بالحجة والبرهان أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه وأن العقل والمنطق مع شريعة الإسلام وعلى أمر المسلمين وغير ذلك ومنها أن الولي يكون بمعنى المحب وقد قال الله تعالى في هذا المعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومحبة الله لعباده الصالحين ثابتة بالكتاب والسنة وهي تتحقق باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وموالات المؤمنين ومعادات الكافرين ومنها أيضا الولي يكون بمعنى الموالي كالجليس بمعنى المجالس فموالات الله للعبد محبته له وقربه منه وهذه معاني متعددة ومتنوعة وهي في الغالب الأعم بمعنى الولاية الخاصة أي أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين وهو ينصرهم في ميدان المعركة وينصرهم بالحجة وبسداد الرأي وبالتوفيق وغير ذلك من الأمور يقول أهل اللغة الولي بمعنى القريب ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك أي مما هو قريب منك ويقول الفخر الرازي رحمة الله عليه واعلم أن هذه الآيات دالة على المبالغة في القرب وعندي هذا كلام الفخر الرازي أن قرب الله من العبد أعظم مما دلت عليه الآيات يعني الله سبحانه وتعالى يقرب لنا هذه المعاني بما نفهمه لكن هو الرجل يقول من حسن ظنه الكبير بالله عز وجل يقول وعندي أن قرب الله من العبد أعظم مما دلت عليه الآيات فإنما وردت هذه الأمثلة على وفق أفهام أكثر الخلق ولا شك أن هذا حسن ظن من المؤلف بربه فالله تعالى هو القريب المجيب الذي قال عن نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فهو عز وجل أقرب إلى العبد من حبل الوريد وفي هذا ردع للكافر والجاحد وتهديد له حيث يراه الله ويشاهده ويبصر ما يفعله وما يقوم به كما أن فيه إيناسا للمؤمن وتطمينا له بأن الله تعالى معه لا يغيب عنه وهو يسجل طاعته ويحصي أعماله ليجازيه بها وهو معه لا يتخلى عنه وقت الشدة وفي كل كرب وعند الأزمات يقول الإمام القشيري رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى ومن علامات ولاية الله للعبد أن يصونه ويكفيه في جميع أحواله وشؤونه فيغار على قلبه أن يتعلق بمخلوق في دفع ضر أو جلب نفع بل يكون القائم على قلبه في كل نفس فيحقق آماله عند إشارته ويعجل له مآربه عند خطراته وإن من لم ينتقم لنفسه انتقم الله له يعني الإمام القشيري بيقرأ الأحاديث وبيترجمها في هذه العبارات الوجيزة التي تظهر أن الله سبحانه وتعالى يعني من علامات أنه يتولى العبد أنه يصون قلبه عن الشرك ويصون نفسه ويوفقه إلى الخير ويجنبه الزلل لأن النفس أمار بالسوء فالله سبحانه وتعالى يجعل يعصي هذه النفس ويخالفها ويعني يوفقه إلى سبيل الخير والرشاد وإن من لم ينتقم لنفسه انتقم الله له ومن لم ينتصر لنفسه انتصر الله له ومن أمارات ولايته للعبد أن يديم توفيقه وأن يرزقه مودة في قلوب أوليائه وهذه معاني عظيمة حقا لا يستشعرها إلا من عاش في معية الله عز وجل ففي الحديث الشريف أن رجلا سب أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو صامت كان لا يرد فأرسل الله ملكا وأمره أن يرد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لكن الرجل تماد في إيذاء الصديق فما كان من أبي بكر إلا أن رد على الرجل دفاعا عن نفسه عندئذ لم يرد الملك عنه كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وطبعا كلنا عارفين الحديث فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك أو في ذلك قال له إن الله أرسل ملكا يدافع عنك وحين غضبت لنفسك يعني خرج وامتنع فبالتالي الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعيذنه وهذا الحديث رواه الإمام البخاري وهل هناك ما هو أعظم من أن يكون الله تعالى هو مولاك وهو الذي يتولى أمرك ويدافع عنك كلا والله ليس هناك ما هو أعظم من ذلك قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وحقا ما قاله الإمام القشيري ولو لم يكن في القرآن الكريم آية في هذا الباب يعني هذه من قراءة الإمام القشير أيضا وللرجل وقفات رائعة مع كتاب الله هو يقول تعليقا على هذه الآية ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم يقول لو لم يكن في القرآن الكريم آية في هذا الباب وليت الله للمسلمين ونصرته وحمايته لهم لو لم يكن في القرآن الكريم آية في هذا الباب غير هذه الآية لكفى بذلك شرفا لهم وذخرا وحين نتأمل قوله تعالى الذي بدأنا به حديثنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حين نتأمل هذه الآية العظيمة نعلم أن أعظم ما أنعم الله تعالى به على عباده المؤمنين هو هدايتهم وإرشادهم إلى طريق الحق يعني ليس أي شيء آخر في كل نعم الله عظيمة وجليلة ويجب أن يصونها الإنسان ويحمد ربه عليها لكن أعظم نعمة هي نعمة الهداية والإرشاد إلى طريق الحق وقد جعل الظلمات مثلا للكفر لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها وكذلك الكفر حاجب لأبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه فلذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عباده بأنه ولي المؤمنين وهو الذي يبصرهم ويرشدهم إلى حقيقة الإيمان وسبله وشرائعه وحججه وهو الذي يهديهم فيوفقهم لأدلته التي تزيل عنهم الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفر والظلمات التي تستر النور عن أبصار القلوب وما أروع هذا التشبيه حقا وما أروع تلك المعاني فإن المؤمن الذي يعتمد على ربه ويتوكل عليه ويفوض أمره إليه يعيش في أنوار الهداية بينما الكافر الذي يخبط في الظلمات ويسير خلف شهواته ويعيش في الشبهات يترنح ويحرم نفسه من السكينة والطمأنينة ويطرد من الأنوار القدسية ويعيش في صراع ومعاناة وضيق إن لم تتداركه رحمة ربه قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وهذه حقيقة يلاحظها كل ذي عينين فكلما ابتعد الإنسان وأعرض عن ذكر ربه يعني احتوشته الشياطين وعاش في ضنك وآلام نفسية كبيرة وكثير منهم تكون خاتمة ونهاية خاتمة سوء نسأل الله السلامة لذلك فإن ولاية الله للمسلم هي في الأساس من أجل حمايته وتدبير شؤونه ومساعدته في التغلب على أهواء نفسه وعلى أعدائه وهنا يأتي هذا السؤال من هو الولي من العباد؟ لا شك أن لهذا السؤال أهميته خاصة أن هناك من الناس من يقصر الولاية على أشخاص بأعينهم ويأتون في ذلك بأشياء وأحيانا ببدع وخزعبلات لم يأتي بها الشرع الحنيف وبداية نقول إن الولي من العباد هو الذي تولى الله في جميع أحواله فلم يكن منه شيء لغيره يعني بيعبد الله بيخاف الله بيخشى الله بيفعل هذا الأمر ابتغاء مرضات الله لا يذهب إلى المسجد لكي يرى فلان أو علان لا يفعل هذا الأمر لكي يتقرب به إلى شخص أو إلى فلان فهو يقصد الله سبحانه وتعالى في كل أعماله كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فأولياء الله هم أنصار دينه وأهل طاعته الذين يرجعون كل شيء إليه فالولاية تكتسب بالطاعة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بأي شيء آخر ولا ببدع ولا بأحلام ولا بأمور من الأمور التي نسمعها ونعرفها جميعا وقد بيّن القرآن الكريم والرسول الكريم صفاتهم والأسباب التي ينالون بها هذه الدرجة العظيمة والعالية فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فالولاية لها براهين وشواهد وليست مجرد الدعاءات ومن أهم براهينها كما دلت الآيات التي قرأناها تحقيق الإيمان بالله وخشية الله على كل حال فكم من أناس ادعوا أنهم أولياء لله وهم يخالفون أمره ولا ينتهجون نهج النبي الكريم وصحابته رضوان الله عليهم ويلاحظ في تلك الآيات أنها استخدمت الفعل الماضي في الإيمان فقال تعالى الذين آمنوا وذلك لأن الإيمان يدخل في قلوبهم جملة واحدة يتحقق ويملأ قلوبهم أما الحث على التقوى فذكرت في الآية بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار آمنوا وكانوا يتقون باستمرار لأن التقوى الإنسان بيتعرض له أشياء وهو رايح يعمل خدمة أو مصلحة أو هو ماشي في الشارع أو هو يحتاج إلى غض البصر أو هو يحتاج إلى عدم التطلع إلى ما في يد غيره أو الطمع أو الحقد كل هذا محتاج إلى مجاهدة فلذلك جاء بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار فلا يخل الإنسان أي إنسان من ضعف في بعض الأحيان وعلاج ذلك تجديد طاعته ورجوعه إلى الله وتقواه على كل حال يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه الولي من العباد من يحب الله عز وجل ويحب أولياءه وينصره وينصر أولياءه ويعادي أعداءه ومن أعدائه النفس والشيطان فمن خذ لهما ونصر أمر الله تعالى ووالى أولياء الله وعاد أعداءه فهو الولي من العباد يعني الولي حقا كما يراه الإمام أبو حامد الغزالي هو الذي يحب الله والمؤمنين وأولياء الله الصالحين وغير ذلك ويعادي أعداء الله وأعداءه هم النفس والشيطان والهوى وغير ذلك لذلك عليه أن يخذل الشيطان والهوى والنفس وينصر أمر الله سبحانه وتعالى فيهم باتباع أوامره وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولياء الله هم الذين يذكروا الله برؤيتهم أي أنهم باستقامتهم وصلاحهم وقربهم من الناس وحسن أخلاقهم يراغبون الناس في طاعة الله والإقبال على طاعته بمجرد رؤيتهم وبذلك نستطيع أن نعرف الولي بعلامات وأفعال وليس مجرد همهامات وتمتمات والادعاء على الله ورسوله كما هو حال كثير من الناس في هذه الأيام يعني هذه أحيانا تكون مجرد دعاوة وتنتشر في الأوساط الشعبية مثل هذه الأمور وفي البيئات التي يعني يكون فيها العلم الشرعي والديني قليلا فتنتشر مثل هذه الأمور فقد ينخدعون بالمظهر لذلك الأئمة الكبار حرسوا على أن يبينوا معنى الولاية ومن هو الولي حقا لله عز وجل وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله عز وجل قيل يا رسول الله خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم قال هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون بها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالمؤمن الذي يخشى ربه ويتقيه في السر والعلن ويحب الخير لإخوانه كما يحبه لنفسه ويبذل ما في وسعه إرضاء لله تعالى هو من عباد الله وأولياء الصالحين فليس الأولياء الصالحون كما يظن العوام هم الأموات أو ساكن الأضرحة أو أصحاب الخرق والأحجبة لكن الأولياء حقا هم من أترعت نفوسهم وامتلأت قلوبهم بحب الله عز وجل على أن يتحول هذا الحب ويترجم إلى سلوك وعمل فكثير من الناس فعلا يحب الله لكن نفسه ضعيفة وهواه يغلبه على المعصية فعليه أن يستجيب لأمر الله فلذلك عليه أن يتحول أو أن يحول هذا الحب ويترجمه إلى سلوك وعمل فينصرون دينه ويجاهدون أنفسهم وشهواتهم ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه فإذا تحققت فيهم الشروط صاروا أولياء لله بحق واستحقوا نصره وتأييده وحفظه قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم تل الحسن رضي الله تعالى عنه هذه الآية فقال استقاموا على أمر الله تعالى فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته وقال مجاهد وعكرمة استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا به وقيل استقاموا على عبادته وطاعته وعملوا على وفق ما قالوا وأعرضوا عما سوى الله تعالى فزهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية وقيل استقاموا إصرارا كما استقاموا إقرارا يعني في السر وفي العلانية أو في العمل وفي باللساء أو كما في اللسان واستقاموا فعلا كما استقاموا قولا يعني هذه تعليقات للعلماء على هذه الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كيف تكون الاستقامة ولذلك يعني جزاؤها عظيم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت أو في الحياة تثبيتا لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أن يبشرون بالجنة عند موتهم نحن أولياؤكم يعني الله سبحانه وتعالى سخرنا لكم لكي نساعدكم ولكي نجلي لكم هذه الأمور ونظهر لكم الحقائق فنثبتكم على الحق وأيضا عند الموت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحم أي تكريما من الله عز وجل ويصف ابن برجان الأشبيلي رحمة الله عليه الأولياء بهذه الكلمات الجميلة فيقول واعلم أن الولاية تنشأ في طبقات المصطفين إلى أن تبلغ إلى النبوة والرسالة والخلة العليا والمحبة القصوى ثم إلى الوسيلة العالية والدرجة الرفيعة فالأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم في أعلى درجات الولاية والقرب من الله فأولياء الله ورثوا درج المقربين فصاروا أعلاما للهدى يستضاءوا بنورهم ويسترشدوا بهدايتهم ووصلوا بمعنى اليقين إلى محل الأمين قلوبهم من الولي مملوءة به يقولون وبه يأخذون ويعطون وفي جزيل عطائه يتقلبون لا يشغلهم عنه شاغل ولا يحول بينهم وبينه حائل صغر الخلق في أعينهم فكل شيء دونه صغير إن نطقوا نطقوا خائفين وإن سكتوا سكتوا وجلين لا يحضرون المواطن ولا يعرفون بالأماكن فهم المصيبون في الدنيا المقربون في الآخرة تتضاعف على الأيام منازلهم وتتكامل على الدوام فضائلهم قال تعالى عنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وقد كثر التأليف حول هذا الموضوع ومن أشهر ما كتب في هذا الباب كتاب الأولياء لابن أبي الدنيا وكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني وقد ذكر المؤلفان في كتابيهما صفات الأولياء وذكر الآيات والأحاديث التي وردت بشأنهم وجمع من الأخبار ما يدل على اصطفاء الله لهم والله يختص برحمته من يشاء حبذا لو يرجع إليهما من رام معرفة حقيقة الولاية وما يجعل المسلم وليا لله حقا لا الدعاء مع الأخذ في الاعتبار وجود بعض القصص والحكايات التي تحتاج إلى تمحيص وتنقيح والضوابط في قبول قصة أو نفيها باتت معروفة للجميع يعني أنا منهجي هو أن الكتاب أو المؤلف لا يرفض جملة بالكلية بمعنى أنني أستطيع أن أتفحص هذا الكتاب وأبحث في السند وفي المتن وفي السياق وفي كل هذه الأمور وأميز بين الصحيح والدخيل حتى يعني أفيد من هذا الكتاب ومن هذا المؤلف لكن إن وجد فيه بعض الروايات الضعيفة بعض الناس ترفض الكتاب بالكلية بعض الناس لا يأخذون من علماء يعني عندهم حسنات كثيرة جدا لمجرد بعض الهفوات وبعض الهنات ولا يوجد أبدا كمال إلا لله عز وجل ويعني لا أحد لا يستدرك عليه من البشر إلا أنبياء الله لكن في التأليف البشر مهما كانت درجة إتقان المؤلف فلابد أن يكون هناك أشياء نتداركها عليه وأظن الراغب الأصفهاني قال ما ألفت كتابا أو مقالة وعاودت النظر فيه إلا وقلت لنفسي لو بدل هذا لكان أفضل ولو أضيف هذا اللفظ لكان أحسن ولو غيرت هذه الكلمة لكان يستحسن إلى آخره فعلمت أن الكمال لله فلذلك ونحن نقرأ في حلة الأولياء وفي كتب الطبقات سنجد القصص الحق وسنجد أيضا بعض القصص التي سيقت لأخذ العبرة فلا نرفض الكتاب جملة من أجل أنه يتضمن بعض تلك الهفوات التي أشرنا إليها وهذا النص مقتبس من حلية الأولياء لأبي نعيم يبين منهجه وما يرمي إليه من هذا الكتاب فعن وهب بن منبه قال لما بعث الله تعالى موسى وأخاه هارون عليهم السلام إلى فرعون قال لا يعجبنكما زينته ولا ما متع به ولا تمد أعينكما إلى ذلك فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المطرفين فإني لو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما لفعلت ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه أي أبعده عنكما وكذلك أفعل بأوليائي وقديما ما خرت لهم في ذلك فإني لأذودهم أي أحميهم وأحرصهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهلكة وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال مر عمر بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو يبكي فقال ما يبكيك يا معاذ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب العباد إلى الله تعالى الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم يعرفوا أولئك هم أئمة الهدى ومصابيح العلم وقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا رجل من عباد الله الصالحين حين يعني يسند إليه أمر أو قول علينا أن نصغي إليه وأن نتعلم من تجربته لأنه لم يكن من العلماء الذين يقولون ما لا يفعلون بل كان عالما تقيا ورعا شهد له العلماء والصالحون بالعلم والتقوى والصلاح يقول رضي الله تعالى عن إن لله عبادا قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وطبعا كلمات المختصرة دائما تحتاج إلى تفسير يعني حتى لا تفهم على غير سياقها لكن إحنا بنتعود أن نستحلب هذه الأقوال ونفهم مغزاها ومعناها فلما يقول إن الله عبادا قلوبهم محزونة لا يقصد أن الإنسان يعيش في حزن وأبدي ونكد وغير ذلك وإنما هو دائما مشفق على نفسه ويخشى أن يقع في المعصية ودائما يعني رغبته أن يعني يرضي الله عز وجل فأرجو أن تفهم هذه العبارات على هذا النحو وعلى هذا السياق حتى لا يظن ظن أن الإسلام والالتزام بالإسلام يعني ليس بعده إلا أن الإنسان يعيش في حزن وفي نكد مقيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويضحك ولا يقول إلا صدقا وهو الذي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة فليس المقصود أن الإنسان يمشي متجهما وعابسا وغير ذلك من هذه الأمور ولكن يعني الحزن يكون في القلب كما قال علي بن أبي طالب والبشر يكون في الواجه يعني الإنسان لا يرى إلا وهو يعني ذو بشر فيقول الحسن البصري إن لله عبادا قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وحوائجهم عند الله مقضية دائما لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى إن قضى له أو منعه فالمنع هو عين العطاء طالما أن الله سبحانه وتعالى لم يعطه فهذا هو الذي يكون في صالح المؤمن وأنفسهم عن الدنيا عفيفة صبروا أياما قصارا لعقبى راحة طويلة عقلاء صبروا هذه الأيام اللي هي الدنيا السنوات التي كتبت لهم لعقبى راحة طويلة اللي هي الخلود والأبد في الجنة أما الليل فصافة أقدامهم تسيل دموعهم على خدودهم يجأرون إلى ربهم ربنا ربنا وأما النهار فحكماء علماء بررة أتقياء كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض يعني ربما من العبادة من التهجد من الطاعة من السعي في قضاء حوائج الناس إلى آخره ويقول قد خلطوا وقد خالط القوم أمر عظيم وقال أحد الصالحين محذرا إياك أن تكون وليا لله في العلانية يعني أمام الناس أنت ولي لله وأن تكون عدوا له في السريرة يعني بينك وبين نفسك يعني شيطان تفكر في إذاء الناس وتخرب حياة الناس إلى آخره وهذه الأقوال كثيرا ما ذكرناها في هذا السياق وكما ذكرنا يمكن الرجوع إلى هذين الكتابين الذين أشرنا إليهما وربما في وقت من الأوقات نخصص أو في اسم من الأسماء بعض هذه الأقوال المأثورة لكي نفيد منها نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها اللهم آمين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه اللهم يا ولي المؤمنين تولنا وارض عنا واجعلنا من أوليائك الصالحين واجعلنا يا رب من أوليائك وخاصتك اللهم رحمتك أرجوه فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت بسم الله على نفسي ومالي وديني اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ومن عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالي فلك الحمد على ما قضيت ولك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته إنك يا رب تقضي بالحق ولا يقضى عليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسعد الله مساكم بكل خير أعضاء النخبة الكرام شكرا شكرا جزيلا دكتور وجيه الحقيقة أثلجت طورنا أدخلتنا في روحانية عالية في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم المبارك جزاكم الله عنا خير الجزاء ما شاء الله عليك أمسياتكم من أقوى الأمسيات ومن أمتعها ومن أجملها ومن أكثر الأمسيات طمعنينة للقلب أداءكم متميز وطرحكم متميز والروعة فيما تقدمه أني أشعر أنه يخرج من قلبك مباشرة لذلك هو يصل إلى قلوبنا مباشرة جزاك الله كل حير وإن شاء الله دائما لا تنقطب عنا ونستمتع بهذه الأمسيات في مثل هذه الليلة وشكرا لك